السلام عليكم عزيزي الطلبة اليوم عندنا شعبة اللاسعات خلصنا في الأسبوع الماضي أفراد شعبة الاسفنجيات واليوم عندنا جزء الأول من أفراد شعبة اللاسعات أول نموذج راح ناخذه هو الأوبيلي الأوبيلي تابع على أوردر مغطات البراعم كالبته بلاستية كالبته معناه مغطات وبلاستية براعم الأوبيلي عدنا دورة حياته بولب زاد ميدوزي أول راح نحكي عنه البولب بولب الأوبيلي يشبه الشجرة الشجرة تكون من جذر وساط وأوراق كذلك الأوبيلي يشبهه فأول تركيب للأوبيلي هو الجذور الهايدرية يسمونها هايدرو رايزي شنو فايدته تلتسق بأي مادة صلبة وتنشئ منعتها تراكيب خيطية عمودية نسميها بالسيقان الهايدرية هايدرو كولاي بعدين كل ساق هايدري كل ساق هايدري راح يطينا فروع جانبية متبادلة وهذه الفروع تعطينا أيضا فروع جانبية أخرى كل فرع من هذه الفروع بنهايته يحمل شكل البوليبي أي نسميه هايدرين الهايدرات الزهري وهي بوليبات خضرية أو نسميه البوليبات التغذوية ينشئ من أبط هذا الهايدرات الزهري قليمة مولدة قليمة مولدة نسميها بلاستو ستايل وهو بوليب تكاثري نسميه غونانجيوم ها عدنا هايدرينث وعدنا غونانجيوم تحاط المستعمرة كلها بالغلاف نسميه البريسارك كل المستعمرة تحاط بالبريسارك لذلك سميناها مغطاة البراعم هل سأجيب لكم تعليل ليس سميناها مغطاة البراعم كالبتوبلاستية تقلو لي لأن غلاف البريسارك يحيطنه مستعمرة الأوبيلية جميعها بما فيها الفرد الخضري والفرد التكاثري لذلك سميناها مغطاة البراعم البريسارك من يحيطنه الفرد الزهري ما نسميه هايدروثيكة البريسارك من يحيطنه الغلاف الزهري او الهايدرة الزهرية ما نسميه الغلاف هايدروثيكة البريسارك من يحيطنه الفرد القونانجيام شنسميه غونوثيكة البريسارك من يحيطنه الفرد القونانجيام شنسمي الغلاف اللي حيط القونانجيام نسميه غونوثيكة الجزء الثاني من الأوبيلية اللي قلنا البولب والميدوز بولب شرحناه قلنا واشبه الشجرة هسا نحكي عن الميدوزة الميدوزة تركيب مظلي يحوي على قناة دائرية نسميه سيركولا الكنال وقناة شعاعية راديا الكنال تلتقي في الوسط مكونة تركيب نسميه بالمقبض مانيبريام وينتهي بالفم يوجد على كل قناة شعاعية تركيب كروي الشكل نسميه القوناد عندنا أربع قنية شعاعية إذن عندنا أربع مناس القوناد وتكون كروية الشكل أيضا يحتوي على مجسات راح نشوفها هذا الشكل الميدوزة الأوبيلية راح ناخذ جنس القونونيموس راح يشوفها تماما لكن فروقات معينة فجوز نجيب لكم فروقات بين الأوبيلية ميدوزة والقونونيموس فارجوا الانتباه الأوردر الثاني اسمه عارية البراعم من الساعة خلنا بالأوبيلية مغطات البراعم وقلنا ليش مغطات براعم سميناها لأننا قلنا البرسارك يحيطنه الفرد الخضري والفرد التكاثري فلذلك سميناها بمغطات البراعم هنا البنارية تنتمي إلى أوردر عارية البراعم عارية البراعم ليش عارية البراعم لأن البرسارك يصل إلى المنتصف ويتوقف غلاف البرسارك يصل إلى الوسط للحيوان ويتوقف لا يغطي الفرد الخضري ولا الفرد التكاثري لذلك سميناها عارية البراعم حسنا البنارية أيضا البولب تشبه الأوبيليا لكن هناك فروقات بينهما شون هناك فروقات المجسات هناك نوع واحد شفنا هنا رح أصير نوعين من المجسات فمية تكون قريبة من الفم ونهايتها كروية شون الميزة؟ نهايات المجسات تكون كروية النوع الثاني من المجسات لا فمية أب أورو تكون بعيدة عن الفم وخيطية الشكل خيطية الشكل الفرد التكاثري القونام جيام يقع بين المجسات الفمية واللا فمية الفرد التكاثري يقع بين المجسات الفمية واللا فمية وأيضا قلنا المستعمرة تحاط بغلاف البرسارك لكن يصل إلى المنتصف ويتوقف لا يغطي للفرد الخضري وللفرد التكاثري لذلك سميناها عارية البراعم عارية البراعم واللي هي قمنوبلاستية فلازم يتميزون بين الأوبيلية وبين البناري عن طريق المجسات قلنا المجسات بالبناري قلنا نوعين لا تنسون نوعين نوع قريب من الفم ينتهي بتركيب كروي ونوع بعيد عن الفم تكون خيطي 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 الشكل وهنا القريب من الفم تنتهي بتركيب كروي النوع الثاني اللي ينتمي إلى أوردر قمنوبلاستي عارية البراعم هي الهايدراكتينية هيدراكتينية تظهر فيها ظاهرة تعدد الأشكال بوليمورفزم يعني شنه تعدد الأشكال يعني هناك عدد من الأفراد بالمستعمرة كل فرد من هذه الأفراد يقوم بوظيفة معينة مثل واحد للتغذية واحد للدفاع أوكي مثلا واحد للتكاثر زين وهكذا واحد لبناء الهيكل فرح نشرح أول واحد هو الفرد التغذوي أو المعدي غاستروزويد غاسترو يعني معدة غاستروزويد جاي من غاسترك غاستروزويد كبيرة الحجم كبيرة الحجم وتحمل كل منها دائرة واحدة من المجسات الخيطية المحيطة بفتحة الفم الواقعة على قمة المخروط الفمي أو تحت الفم النوع الآخر هو الدفاعي الدفاعي داكتليو زويد لا يحتوي لا على فم ولا على مجسات بل يحتوي على كيس أو أكياس لاسعة تقوم بعملية الدفاع على النفس واقتناص الفراز الداكتليو لا يحتوي لا فم ولا مجسات شنو عده؟ عده أكياس لاسعة تقوم بعملية الدفاع عن النفس وكذلك اقتناص الفراز النوع الثالث هو التكاثري غونو زويد غونو مقطع غونو معنادي التكاثر حفظوها غونو زويد لا يحتوي على فم لا يحتوي على فم وخالي من المجسات شنو يحوي؟ يحوي مجموعة من الخلايا اللاسعة الكبيرة وتحمل كل منها مجامية عنقودية من حاملات المناسل أو نسميه الأكياس السبورية أكياس سبورية التي تحتوي على حيامن أو بيوض حيامن أو بيوض كذلك تحتوي على أفراد قنة للحماية مجسية وتحتوي على أفراد هيكلية لكن بالسلايد عندنا بالمختبر رح شوفهم فقط هاي 3 أنواع شرحتهم عندنا اكزامبل فسالية أو يسمونه بورتكويز من أوف وور رجل الحرب البرتغالي أو المحارب البرتغالي وهي من قناديل البحر طبعا الخطرة والتي تسبب الوفاة كذلك تحتوي هذه على عدد من الأفراد كذلك تحتوي هذه الفسالية على عدد من الأفراد أفراد قلنا للتغذية غاستروزويد بوليبات بسيطة وتفتقر إلى المجسات وظيفة طبعا التغذية ثانيا داكتيلوزويد الدفاعية وهي نوعي كبيرة وصغيرة وخالية من الفم ومزودة بمجسات طويلة قد تصل إلى 15 متر وتحمل عداد كبيرة من الخلايا اللاسعة وظيفتها هي اقتناص الفرائس الفرد الثالث هي للتكاثر وهي متفرعة تكون تقوم المجسات تكون متفرعة وتقوم بتكوين الميدوزات الذكرية التي تكون صغيرة وكذلك تبقى متعلقة طبعا بالمستعمر وميدوزات انثوية تطرح إلى البحر تطرح إلى البحر أوردر هايدريدي مثل ما شوفون قدامكم الهايدرا الهايدرا عدنا ثلاث أنواع منعتها ذكرية وأنثوية وبرعم بد عدنا بالمقتبر إذا إن شاء الله تجوني عدنا ثلاث أنواع ذكرية وأنثوية ذكرية وأنثوية تحت وعن ويباير وعدنا متفرعة متفرعة هايت تفرعة شوفوها برعم مين تتكون الهايدرا؟ طبعا من هايبوستوم 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 شنو معنى هايبوستوم؟ قلنا الستوم فم معنى استوم فم هايبو تحت فمنطقة تحت الفم منطقة تحت الفم تحوي فم ومجسات خيطية مجوفة يتراوح عدتها من اثنين إلى أربعة مجسات ولها القدرة على التقلص والانبساط بعد شنو تحتوي على قرص قاعدي قرص قاعدي مسؤولة عن تثبيت جسم الحيوان على الأجسام الأخرى وهذه تحتوي على خلايا غدية هذه الخلايا الغدية تفرز لنا مواد لاسقة تساعد على تثبيت الحيوان كذلك شنو فايدتها تكونن فقاقية أو فقاعات غازية تساعد في طفو الحيوان فوق سطح الماء فوق سطح الماء الجزء الثالث هو الساق لستورك هذا الساق ستورك شنو يحمل يحمل ثلاث شغلات تيستس تكون كروية قريبة من منطقة الهايبوستون ويحمل أوفري هذا أوفري تكون قريبة من القرص القاعدي وتحمل بط هذا الذي قلنا عليه في المنتصف إذا ثلاث شغلات يحمل الساق أو العمود أو استورك قلنا تيستس قريبة هنا تصير قريبة من الهايبوستون وعدنا أوفري قريبة من القرص القاعدي وعدنا بط قلنا يقع في المنتصف ينفصل ويكون هايدرا جديدة ترجمة نانسي قنقر